وبتذكرنا برضو بجملة ايه الاهلي بمن حضر والاهلي فوق الجميع وبمن حضر مش معنى كده ان اي حد يلبس بمن حضر باليات النادي الاهلي بثقافة النادي الاهلي طالما الثقافة واحدة والناس كلها بالمناخ الذي يسمح على الابداع والتقلق انك انت تشعر انك انت يعني هو ساة حمدي تقدر كنت تتصنفه اساسي ولا احتياطي جده اساسي ولا احتياطي اه كان فيه غيابات لكن هما برضو لعبة تقيلة واللعبة اللي عندنا كانت تستطيع مؤكدا تقدم افضل من هذا لو لا المناخ السابق للمباراة ووقتها هي ظروف لا اعادها الله لكن انا متأكد علينا النصق جميعا في فريقنا اه وعلى قدرته على التعافي وعلى انه يسترد المستوى لان اه بمن حضر يعني ايه مبيضك بشخصيتك وثقافتك اه 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 الاهل بمن حضر بشرط ان الاهل نفسه يكون موجود تعيب بثقافتك انما هي ما هياش ختم اه مفتوح يعني مش اي حد اي حد قادر على انه يعيش هذه اه اه لو تحلق لو تحلق بشخصيت الاهل وبإذن الله فده مسئولية عشان كده بقول مسئولية مسئولية ايه بقى الجميع الادارة العليا اه ربي ناش في الكابتل الخطيب ويرجعوا بسرعة مع مجلس الادارة الذي يعني بغي ان يكون في اقوى لحظات اه التماسك والصلابة والسعي الدقوب والرؤية الصاقبة والقرارات الحاسمة مش ضروري انها تطلع لكن ضروري انها تفعل يعني شوفها يعني مش ضروري نتكلم فيها بقدر ما ندورولي نشوفها على ارض الواقع التعديلات اللي حدست اه اللي فاتوا كترخيرهم وناس كبيرة وديت لنادي الاهل وحققت نجاحات كتير جدا لكن ايضا هي لتحريك الماء الذي يبدو انه بدأ في الركود فهي رؤية جديدة مش جديدة قوي لكن رؤية تعلم ببعض الامور وحتشوف حلول ما تخليني اقف عند جملة بدأ في الركود مياه كانت بدأت في الركود لا يعني الناس يعني ربما تصورت ان اتمكنت والحدود والدنيا ماشية انت عايز واحد بقى ايه جاي عينه وعايز اعمل حاجة فانما الناس ومين ده اي اسم الاسماء اللي كانت بتتحمل المسئولية شال النادي الاهلي قبل كده لوحده واسبت وجوده في كل مرة كابتن زيزو كابتن علاء لا دي اسماء لها احترامها ولها بصمتها ينكر دورهم لا يبقى جاحت طبعا جاحت واي واحد فينا حيجيله لحظة يعني طالما بيتقلك قدي فانا دي يبقى شايف انه محتاجك طيب في اللحظة دي عايزين نشوف رؤية اخرى تكون من خارج الصورة شوية لا تعني انه بالضرورة طعن في احد يعني النهاردة ما يحصل تعديل في اي حاجة في ادارة مدارة النادي ليس طعن في احد كل الناس كتر خير بس كل حد بيقدي دور وفق للمرحلة نشوف حد يكون شاف لقطة انت عارف انت ما تقعد في البيت ساعات يجي لك ضيف كده يقوم يلاقي عمل برواس كده يكون معبوب وانت من كتر من انت عايش وشايفه مش واخد بالك او مش مهتم انك تعدله لك تيجي عين جديدة تشوفه يتروا عدلالك البرواس كده يحس ان الدنيا لو الله ده بحث على كده احسن فهي الكرة كده هتحتاج كل ولاد الاهل يحتاج كل اولاده بمفهوم الاهل فوق الجميع الاهل فوق الجميع ليس كلمة ولا شعار ولكنها فلسفة وقلنا مئة مرة جميع ابنائه وجميع ابنائه اللي في الصورة واللي خارج المسئولية اكتر من اللي في المسئولية لان فوقها جميع ان انا ما بقاش عندي المرارة وتمنى عدم النجاح للي موجود لا 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 اللي ييجي اهله اصل بص احنا في الاخر اصلاس ابراهيم الناس بتحب الاهل واعدة قدام تليفزيون او في ملعب عايزين يشوف الاهل في احسن حال صح اي يبقى انا النهاردة من مصلحتي حتى الشخص اللي جي على حسابي ينجح عشان يحقق اللحظة دي بالضبط مش انا يعني يا 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 من خلال يات الطربة ابدا كلنا كلنا نحب الاهل بمفهوم نضع مصلحته امام الجميع احيانا انت تقول ايه ما هو مصلحته برضو ان انا اخد موقف في حاجة ولا اعمل حاجة اه ربما بس ايه التوقيت والطايمينج مهم جدا عايزين الكل اللي جايين مع كل الموجودين يشتغلوا من منظور التيم ويرك اذا لم نعمل كفريق يبقى كلنا خسرانين اذا لم نعمل كفريق والكلام للكل لا استثني احد كل واحد يعني اه الى فوق الجميع جميعنا والله اصطعت الالف وكل الاتبارات يعني اللي يطلب منه هعمله انت دايما كده بصراح لا يعني انت انت تعلم صحيح ان انا من مدة وعز فالكامتن لا مش وقته لا استني ورغم ان كان بتكتب كلام يعني يخليك تزهق لكن من انت انت بتتعامل مع اللي بتقال برا وانت عارف الحقيقة وشاف الصورة وعارف النفسيات بص بص أستاذ ابراهيم مئة مرة يعني انا اذكر نفسي وكل يوم وفي كل لقطة هو الاهم ان ناس تشيد بيك بحاجة مش موجودة فيك فتبص في المراية تتكسف الناس دي فكراني كذا ده انا مش كذا رغم ان انا اطلع اتقابل بالتقييم او البطولة دي وناس تانية قد طرى فيك العيوب قد طرى فيك لكن انت تبص في المراية تجد نفسك مستريح متسق مع نفسك متسق مع نفسك انا عايز كلنا كلنا في كل واحد في مقيعه اعلام جمهور مبيعات ادارات تسويق كله كله مش عايز اعدد كل الناس دلوقتي اللي يقدر يساعد بحاجة اكتر حاجة للي برا السلطة خالص يساعد بيها انه يسق في المتخز القرار ايوه تعرف بمناسبة السقة دي من برح المهندس احمد مجاهد الحياة يعني استوقفني كلامه مع الزميل هاني حتحوت هو بيقول له الاهلي ورؤيتك للاهلي واللي حصل في الاهلي قال له هو ايه اللي حصل في الاهلي يعني هو ليه جلد الزيت بالعنف ده ليه الناس تخيلت فجأة ان الاهل نهار والاهل انتهاء لأ عايزة مش تخيلت بترسم الصورة دي بالضبط هو خيالها بير هو امنيتها مش خيالها اعم امانيهم اعم فانت قال له ده فريق لعب فاينال افريقيا انت متخيل عن ايه لعب فاينال افريقيا ولحد المباراة العجو ده هو الاقرب وكان ممكن كرة تيجي في الاخر تدخل تلعب ضربات جزاء وممكن تكسب البطولة وكان ممكن تتفادجون يعني كلها كانت في الملعب مش في النهار اه شكل ده ده وحش جدا اخطاء فادحة جدا تأثير شديد جدا اه قصور في التعامل مع المباراة بطبيعتها كل ده موجود بس كل ده في التسعين دقيقة من اللعيبة ومن الجهاز الفني لكن اللعيبة دي والجهاز الفني هم اللي وصلوا للدور النهائي هم اللي تخطوا كل العقبات لما كارترون مسك المهمة والفريق عنده نقطة واحدة هي نفس الاشخاص تم التعامل مع المباراة الاخيرة بشكل غير موفق لا خلاف على كده شكلنا كان وحش كان وحش جدا ما عملناش فرصة واحدة لا يلقب الاهلي بس كل ده خلال التسعين هل التسعين دي ايه دي ترجمة حقيقية لإمكانات هؤلاء اللعبين وغيرهم لانه ما زلنا بنتحدث على انه الافضل لم يشارك اصابات كتيرة وغيابات مؤثرة جدا ضربت الفريق طب انت قلت ترجمة هل التسعين دي ايه ترجمة لقدراتهم ها هل التسعين دي ايه دي كانت ترجمة لحالة الضغوطة التي عشاء الفريق النادي الاهلي المؤكد اه طبعا هي مش بس مش ترجمة لإمكانياتهم عدم ترجمة لإمكانياتهم انعكسلوا ظروف كلها انما هي ترجمة للظروف للمناخ يا صاح زبري اللي فرد هم الناس دي كانت في ظروف مش طبيعية انت بتطلب من ناس تسمعك وفي جلبة في دوشة